لما نيجي نفتكر ونقول اسم داود أو المزامير نفتكر الفرح ونفتكر التسبيح ونفتكر السعادة ولو أنت مش عارف قصة داود هتفتكر أن داود دا كان شخص دايما فرحان بربنا لأنه لما بنقرف المزامير فعلا هو معظم الوقت فرحان بربنا وبيقول سبحه الله بدف ورقص وأكتر واحد كان بيسبح ربنا وأكتر واحد كان يتكلم عن الفرح في حضور في وجوده في محضر الله كان داود لكن لو تعرف قصة داود الحقيقية تكتشف أنه هو شخص بائس جدا نص حياة داود الأولانية كان عبارة عن واحد هربان من شاول لأنه كان عايز يقتله والنص التاني تقريبا كله كان هربان من ابنه وأتباعه اللي كانوا عايزين برضه يقتله لكن لما تقرأ المزامير تحس أن داود ما كانش عايش في الوقع ده كتعينه متسبتة على ربنا فرح الرب كان هو قوته لما كان بيقعد في محضر الله كان بيقول كده الكتاب أنه أمامك يا رب الشبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد مهما كانت ظروفك مهما كانت احتياجاتك لو قعدت قدام محضر ربنا تقدر تفرح ديه في وسط الظروف وتقدر تبتهج مش بس تفرح وتبتهج لكن تنقل الفرحة دي للناس التانية ترجمة نانسي قنقر